لسه طبعا مكملين كلامنا عن الرياضة مبارح كانت افتتاحية الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا مجموعة كبيرة من المباريات القوية والحماسية لشهد التألق الفرق الأوروبية القوية ريال مدريس صاحب البطولة في الموسم اللي فات فاز على سيلتك الاسكتلندي 3-0 أما باريس سان جرمان ففاز على نادي يوفينتوس البان سيتي افتتح جولته في دوري الأبطال بفوزه على إشبالي الإسباني 4-0 قراءة عن افتتاحية الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا معنا في رستوديو عطي عبدالخلق الناقد أرياضي مشرفنا ومن ورنا صباح الخير عليك صباح الفل عليك وصباح فل هيكون بسوط نعم لكم خلينا قبل ما نتكلم عن المباريات نتكلم عن الافتتاحية بشكل عام هل شايف هالموسم ده مختلفة عن الموسم اللي فات؟ وطبعا المباريات دوري أبطال أوروبا أو المسابقة بتاعة دوري أبطال أوروبا هي واحدة من المسابقات اللي الناس بتفتقدها متابعين كرة القدم دايما حتى بعد عاوة الدوريات الأوروبية في كل الدول القارة الناس دايما تبقى منتظرة وما تشد دوري الأبطال لأنها بتشوف تنافس بين كل الأندية الكبيرة بينها وبين بعضيها بتبقى دايما ند بند مش مجرد أن انت بتأدي أو بيبقى فارق كبير في المستويات لأ بنشوف أن حتى الفرق كلها حتى الفرق الزغيرة نفسها بتأدي لأنها أبطال في الدوريات بتاعتها وده اللي حصل في أكتر مباراة ممكن مبارح شوفنا باريس سان جرمان واليوفي وإزاي اليوفي حتى قدر نوره من البداية السيئة قدر نوره يرجع فيها تاني هنتكلم برضو عن كل ما تشغط ولكن دايما مسابق دورة الأوروبا بتشهد الكثير من الإصارة ودايما الندية والتنفسية موجودة وحضرة والأهداف كمان حضرة والتغيرات التكتيكية بتشوف فكر أو صراع فني بين الانتين مدرين في بينه مش بس جوة الملعب كمان أفكار بتشوف تطبيق أفكار جديدة ومختلفة بتلاقي أكتر من مدرب بيغير بنفس الطريقة أكتر من مرة داخل الماتش الواحد فبتبقى متعة كروية ووجبة كروية زي الدسمة زي ما بيقولوا بالنسبة للمشاهد اللي بتفرج على الدورات الأوروبية طيب نبتدي بقى بالمجموعات شايف أقوى المجموعات إيه وشايف إزاي كمان بعد الافتتاحية كل فرقة اللي بتتصدر المجموعة والله أنا عايز أبدأ من ريال مدريد وريال مدريد دايماً قدم رغم شوط أول سيء جداً بالنسبة لفرق ريال مدريد وإصابة لكريم بن زي ما دايماً الفرق يا محمد اللي بيبقى عندها إصابة في المهاجم بتاعها بيبقى عندها أزمة في تسجيل الأهداف وكريم بن زي ما مش بس مهاجم ما قدرش أقول إنه هو مهاجم عادي أو مهاجم طبيعي لو الرجل سفع أهداف وقدم موسم عظيم جداً لموسم اللي فات ومرشح قوي أو مش مرشح هو أكتر واحد مرشح إنه هو يبقى موجود في البالوندور السنة دي فالراجل إنه هو يصاب منك في أول نص ساعة تقدم شوط سيء جداً فالحظ والظروف كلها بتاع عندك ورغم ذلك بنخش الشوط التاني ده اللي بنقع ليه بقى وبنسميه في علم كرة القدم شخصية البطل إن ريا مدريد بيبدأ الموسم بشكل تسعودي مش شرط إن أنا أقدم لك أحسن مستويات في الأول وقعد أكسب مش عايف إيه زي ما بيعمل مثلاً فرق زي ما بير ميونخ بيعمل زي ما شوستر سيتي زي باريس سان جيرمان يقدر يكسبه في الأول كتير ولكن تليم في الأدوار الإكسائية بعد كده بيخرجه بسيناريوهات غريبة لكن ريا مدريد بيقدم لك أداء التسعودي معاه مدرب زاكي جداً هو كارلو أنشلوتي وعنده خبرة ومتمرس في المباراة اللي زي دي وبالتالي بيقدر أنه هو يصلح يعرف الأخطاء اللي موجودة عنده ويبدأ أنه يصلح إصابة كارين بنزيمة قدر أنشلوتي أنه يحول من أزمة ممكن تضر الفريق إلى استفادة فريال مدريد استفاد بشكل أو بآخر من إصابة كارين بنزيمة لما نزل إيدن هازرد وإيدن هازرد كان بعيد جداً عن مستوى الفترة الأخيرة رجل كان راجع من إصابة يتصاب تاني الراجل وظفه في مركز جديد جداً هو مركز رأس الحرب قدر أنه يستفيد من إيدن هازرد لأنه يجربه ناحية المين وجربه ناحية الشمال مقدرش يطلع أفضل مستويات من النجم البلجيكي إيدن هازرد فقدر أنه يستغله في مركز الحرب راجل صنع هدف وسجل هدف شخصية البطل قدر أن إيدن هازرد يقدم لك مستوى هاي لو يكسب 3-0 رغم أن أنت الشرط الأول يتفرج الشرط الأول يقول أن لا مستحيل الفرقة دي تكسب لكن تواجد نجم زي فينيسي جونيور استعادت إيدن هازرد للمستوى ووجود لعيبة خبرات زي لوكا مودريت ريا المدريد أنه يحصل مباراة بالسهولة رغم أن السيناريو يقول أن المستحيل تخلص المباراة هل ده كان مخطط يعني فكرة أنه هو الشرط الأول كان أداء باهت شوية ريا المدريد هل ده كان مخطط أنه يفضل ماشي زي ما أنت قلت كده أداء وهيبقى تصعودي خلال المباريات لحد ما يفوز باللقب وهل هو بالفعل هيحتفظ باللقب هو زكاء مدرب يعني خلينا نكلم عن السيناريو الماتش هو زكاء مدرب أنه يقدر أنه يحول أزمة زي إصابة كريمبن زي ما إلى ميزة أقدر أستفيد بيها ونزل مهاجم هو أصلا مش مهاجم زي أدن هزرت فدي ميزة سيناريو الماتش ما كانش أحسن حاجة بالنسبة لها ريا المدريد في الشرط الأولاني وزي ما قلت لك هو أصلا كده كده متعود أنه يقدم لنا أداء تصعودي اللي هو أنا في النهاية الناس كلها بتعطي تقول لك ريا المدريد وحش ريا المدريد أداءه مش كويس ولكن في نهاية بنشوف ريا المدريد أنه متواجد في المباراة النائية وأقرب نوس خاليا السنة اللي فاتت لما قدر أنه يكسب البطولة على حساب لي وتخطة يعني عنديها كبيرة بالزبط ولنوة تصعودي ميش بس أنا أقدم لك أداء استعرضي في دور المجموعات وبعدين أجي في الأدوار الأقصية أطلع من فرق حتى ممكن تبقل مني في المستوى ولكن قدرت أن أنت تغلب علي في الناحية التكتيكية طيب المجموعة تامنا باريس سان جرمان ويوبانتس وشوفنا مبارح بيلعب على أرضه وكسب بثنين أعتقد فأداء مبارح كان عاملة إزاي وشايف المجموعة دي أصلا هي دي كانت أكتر مباراة فيها ندية أو فيها تكافف في المستوى ما بين الفرقين احنا بنتكلم على اليوفي اللي بيقدم مستوىات هيلة جدا ومن الحاجات المميزة دورة أبطالي أوروبا أن الفرق أو الأندية حتى رغم أنها لو مش بتقدم أداء أفضل حاجة أو نتائج أفضل حاجة في الدورات بتاعتها لكن بتقدر على صعيد دورة الأبطالي يتقدم أحسن مستوى اليوفي بشخصية اليوفي يقدر أنه رغم شوت أن النرضة تتغلب من باريس سان جرمان في أول 20 ديئة ويمكن لقطة الهدفين أنا عايز أقول لك الجودة بتاعة لعبة باريس سان جرمان الجنة الأولاني النمار أعتقد الصورة معنا بيباصي أو بيرفع كرة تشيب رجله مش يعني لو قلت لك مين اللعيبة اللي تقدر تعمل كده حوالي العالم كله هنعدهم على صوابع إيدينا مش أي حد قدر يعمل كده في وسط 5 أو 6 لعبة من اليوفي بيقدر أنه يعمل التمريرة لكلين بابي وكلين بابي أعرف أنت كنا بنلعب زمان الكرة ما تنزيش على الأرض نلعب لبعض كنا ديش رجل من لمسة واحدة في الجنة الأول في الجنة الثانية نفس الكدر بالزبط هتلاقي 5 أو 6 لعبة من اليوفي وقفين ورغم ذلك بيقدر كلين بابي أنه ينهي الهجمة بأفضل شكل ممكن وفضل ترامب ممكنة فدي جودة لعبة الباريس سان جرمان هو جودة لعبة وده المشروع اللي أصلا كلين بابي قاعد علشانه ده هو بيفكر كمان لو تاخد بالك خلال الفترة اللي فات أنه عايز يبقى نجمل أوحد في الفريق صحيح يعني عايز يتخطى ميسي وتخطى نيمار وحتى احنا شوفنا في مبارات الأمس كان فيه كور ممكن يصنع منه هدف لكنه رفض أنه يعمل كده وهو لما بص على الإحصائيات هو أكتر لعب سدد وسدد 6 تزيدات ميسي مثلا سدد 2 فدي أنينية نيمار سدد 4 فهو أكتر حد في السلسل الليجومي بيشوت أو عنده محاولات على المرمى بتاع المنافس فأقول لك هو ده المشروع اللي هو أصلا باريس بيعتمد عليه بشكل كبير أنه حاطة كاليا نبابي في وده اللي باللغة اللي بقول لك عليها هتلاقي بص عد اليوفي كده 1-2-3-4-5 كاليا نبابي بيشوت من لمسة واحدة في الجون هو مش مهاجم تقليدي اللي هو مش هاخد الكرة يمكن دي له مهاجم عادي كان استلم الكرة وحب يوقفها ويلعبها لأ راجب من لمسة واحدة حطها ده الجون التاني نفس الأمر حصل ده أسست أشرف حكيمي نفس الأمر بص الجون يعني أنا مين يقول أن الهجمة دي ممكن تنتهي بها ده أنا شايف مفيش ولا لعب من البريس صحيح الواحد هو الثمنتاشر في المقابل فيه خمسة ليوفي على الثمنتاشر وفيه ثلاثة كمان على الدايرة وليمار بيرفع كرة شيب بريجله أسست ولا أروع وده جودة اللعيبة وده المشروع زي بقول لك كاليا نبابي وفريد بريستان جرمان مخططة أن هي تكمله الفوز بدور الأبطال مش الفوز بالدور في فرنسيا شايف أنه فيه يعني طريقة ما لخل تجانس ما بين نبابي ونمار وميسي لأنه يمكن قبل كيه كنا شوفنا كور نمار مش بيباصل نبابي وكان جاي وزعلانه صحيح كلام كتير عن قط اللبس أو الخلافات الموجودة في قط اللبس ولكن اللي بيشوف في أرضية المرعب هو بيختلف شوية عنده يمكن زي ما كان محمد بيتكلم على فكرة الأنانية شوية اللي فيها كريين نبابي لأنه عنده دفع فردي أنه يبقى أحسن واحد موجود في الثلاثة بما أنت بتلعب جنب ميسي ونمار يعني ميسي ونمار دول من ثلاثين ثلاثة مثلا لا لا دول دي أسماء كده تقب في كرة القدم فإنت كون أنت تبقى موجود وإنت سنك صغير تقدر تنافسه تقدر أن أنت تتفوق عليهم في الأقام والإحصائيات وفي الفينيش ده فده طبعا شيء عظيم ده جودة فاريس سان جرمان النحية الثانية عايز أتكلم عن اليوفي وأليجري قدر أنه هو في شرطة تانية يستغل الخبرات الموجودة عنده كراجل مدرب برضو بقول لك هي بطولة ظهور المدربين وفكرة أنت الأفكار تكتكالي بيستخدمها في الماتش ودائم جد نشوفنا كمان براح في خروج ميسي من المباراة بدل عادي في الموضوع ما فيش مسألة النجم يعني أنا تقريبا ميسي في برشونا ما كانش يطلع من ملعب لكن باريس يقدر أنه عنده أكتر من عنصر يقدر أنه يبدل يقدر أنه ينزل خلاص في نص مال عشان أأمن أعمل تأمين دفاع أكتر لأن اليوفي زي ما بقولك قدر نهو بشخصية اليوفي يرجع في شرطة تانية ويسجل هدف وكان قريب برضو ممكن من التعادل ولكن باريس سنجولمان قدر بجودة اللعيبة والمهارات اللي موجودة أنه يحسن مباراة دي وكانت أكتر مباراة فيها تكافؤية نوعا ما يعني طيب نطمن على مستوى أشرف حكيمي النجم المغربي في باريس سنجولمان انت شايفه عمله زي هو أشرف حكيمي طبعا من العيبة المميزة جدا والأسست اللي عمله في الجونة التانية والتحرك والتنصيق مع كرين بابي والتفاهم اللي موجود هيعمله جابها قوية جدا هيقدر أنه يعمل أكتر من أسست السنة بإذن الله أشرف حكيمي من اللعيبة العرب اللي موهوبين واللي قدموا مسيرة كويسة بالنسبة للعيبة العرب في الدوريات الأوروبية عندنا أكتر من حد طبعا في مكادمتهم محمد صلاح اللي بإذن الله النهاردة عنده مباراة قوية جدا قدام نابولي ولكن أشرف من اللعيبة الكويسة وهيقدم موسم كويس مع باريس وهم طموحهم أنهم يكسبوا دور الأبطال فده التحدي اللي موجود قدامهم السنة طيب المانسيتي ومبارح المباركة القوية قدام الشبيلية أربعة سفر وشوفنا ممكن النجم هالن بينط فوق المدافعين طيب هو مانسيتي من المانسيتي اللي تواطي تفرج عليها وتقفل أو تواطي الصوت وتستنى بعد كده تشوف كيسبه كام يعني جورديولا بيقدم فكر تحكم وسيطرة ومهارات وأهداف وأداء وتغيرات في كل حتة في الملعب يعني مبارح بيلعب بفودن بيودي ناحية اليمين وفودن ده راجل أصلا بيلعب الشمال فبيودي ناحية اليمين بيقعد نجم كبير زراد محرز على الدكة وبيلعب بجاك جريلش ناحية الشمال ويقدر أنه تحت هالند موجود دي بروينا وموجود بالنرد سيلفا فعنده العناصر اللي تخليه يقدر يعمل ده في كل مباراة يقدر أنه يغير 1-2-3 ويلعب وما تحسش أنه فيه أي تأثير راجل نارد عنده قلبة فاع لابورت الفرنسي مصاب وبيلعب ما بتحسش أنه فيه أي خطورة عنده الباك اليمين وكر الدولي الإنجليزي مصاب ما بتحسش أنه فيه أي مشكلة وبيلعب عادي جدا بيكنسله يمين ويجيب سيرجي وجوميز الباك الجديد الشمال يحطه شمال فبيتستطيع يتصرف السيتي أداء تكتيكي ولا أروع وخاصة أنه أصبح عنده هالند فتخلى جورديولا ممكن جورديولا من المعروف عنه أنه ما بيحبش مدرسة المهاجم الكلاسيك رقم 9 هو بيحب فكرة المهاجم الوهمي وتبدل الأدوار النارده بيغير قناعته ليه السبب عشان عايز يكسب نفس الفكرة اللي عنده باريس سانجرمان هو عايز يكسب دور الأبطال والنارده لو أنا ما كسبتش دور الأبطال بكمية الانفاق اللي أنا بصرفه في مانشستر سيتي فأنا كده بهر ده السؤال اللي كنت عايز سألهلك مانشستر سيتي اللي وقته فريق أملاق الناس كلها بتخاف منه كل الفرق اللي تنزل بتنزل عامل حسابها هتقابل فريق تقيل إيه اللي ينقصه لأنه ياخد هذا اللقب لأنه ماخدوش ولا مرة في تاريخه اللي ينقصه أنه هو يقدر أنه في الماتشات الإقصائية يقدر أنه يتعامل معه بشكل كويس لأنه في المبارات الإقصائية أحياناً بيب جورديولا بيتفلسف زيادة عن اللازم وبيقدي إلى التغيرات الكتير اللي بيعملها أنه هو يخسر المباراة وده المدربين ممكن يبقى أقل منه أصلاً تكتكي ولكن فكرة الفلسفة الزيادة من بيب جورديولا ممكن أن يتخلي الأمور أصعب أو الفكرة بتاعة جورديولا مش قادر يطبق الفكرة بتاعه النهار دا هالند أرقام كويسية كبيرة جداً دا بان شايفين الصورة اللي بتاعرد دي من اللقطات اللي في الموارد رابع لعب دا هو كده بيحتفل رابع لعب في تاريخ مصاب الدوري أبطال أوروبا يسجل فيه مبارات والأولى مع ثلاث فرق مختلفة سالسبورج وبروسيا دورت مونجوز تارسيتي هو دا أخوكي باكل صحابه دا مش طبيعي وبعدين النهار دا لعب سبع ماتشات بس في الموسم ستة في البريمير ليج وماتش في دا مسجل 12 جون مين اللي يقدر يوقف الكطار التهديفي دا مين اللي يقدر ان هو يقف قدام الرجل فهي زي ما بقولك هو تخلى عن قناعاته التكتيكية جورديولا علشان يبقى عندي آلة تهديفية كل ماتش ما أعطالش لازم يسجل لي جون أو اتنين فهيقوله الماتش لو ما بيسجلش فيه يبقى جاب جون فهيقول له خلاص الراجل دا كده ما طلع النهار دا كده ما جابش جواه على غيرار ما يحدث مع كريم بنزيمة وليفاندفاسكي شايف هلند مكانه فين ما بين التلاتة يعني لا يعني أقدر كريم بنزيمة الرغم رقم واحد لأنه كريم بنزيمة بيساعد الفرق أكتر حتى لو ما سجلش ليفاندفاسكي لازم نبص على التجربة تاعته مع برشنة نحكم عليه بشكل أكبر لأنه لسه أول مسم معي ولكن ممكن هلند بقى رقم اثنين وليفا بقى رقم ثلاثة فلكن التلاتة مهاجمين تقال جدا ومؤثرين مع فرقهم السنة دي طيب نروح لتشيلسي تشيلسي متراجع في الدور الإنجليزي متراجع في الدور الإنجليزي ومتراجع في دور الأبطال وعنده مشاكل كتير جدا على الصعيد الدفاعي والصعيد الهجومي وعنده طبعا إصابة نجم كبير في نص الملعب زي نجولو كانتي بتأثر عنده تراجع في مستوى حراسة المرمى السنغالي مندي مش هو مندي بتاع السنيني لقبل كده حتى رغم الصفقات اللي تم الإعلان عنها وأخيرا كان ويسلي فوفانا من لستر سيتي صفقة قياسية تخطط 80 مليون إنه هو في مدافع زي ويسلي فوفانا مدافع صغير في السن رغم كده لسه تشيلسي مش قادر يلاقي التوليفة الدفاعية المناسبة تراجع حتى رغم أنه انت ممكن تكسب يعني في دور الإنجليزي أخر ماتش كسب ويستهام 2-1 في مشكلة الهجوم جابوا أوباميانج اللي كان بيلعب في أرسنل ورح برشانة فترة صغيرة ورجع تاني على الدور الإنجليزي مقدرش أنه يحل المشاكل دي ولسه تشيلسي بيعتمد على المدافعين والأظهرة في تسجيل الأداف زي ما عمل شيلول في الماتش اللي فات الزهير الأيصر وزي ما بيعمل ريش جيمس الزهير الأيمن في النواة أوقات كتير هما اللي بيسجلوا الأداف مش المهاجمين طيب مباراة سالسبرج وميلان وانتهت بالتعادل هو طبعا ميلان كان يباين عليه الأرهاق لأنه بعد أيام من ديربي ميلان والفوزة على انتر كان بين الأرهاق الكبير اللي موجود على اللعيبة وعند ميلان مشكلة كمان أنه ما عندهش العمق اللي موجود في التشكيلة أو السكواد اللي يخليه يبدل أكتر من حد فهو بدأ بنفس السكواد اللي خاط به ماتش الانتر بتغيير واحد بس في مركز الجناح اليمين ولكن يحسب لميلان رغم أن تأخر بهدف ولكن قدر أنه يرجع بشكل سريع الهدف في ديئة 30 ولكن قدر أنه يتعادل سريعا في ديئة 40 فميلان قدم مستوى خلي بالك ميلان أول سنة يلعب دور أبطال بعد سنين كتير جدا من التوقف فميلان يظهر بشتاكل ده وعنده الماتش الجاي في سانسيرو ماتش قدام دينامو زغرب في سانسيرو فقدر أنه يعمل نتيجة كويسة وقدر أنه يعود للمنافسات بشكل قوي جدا لأن ميلان شعبية كبيرة جدا في دول الأبطال وفي المواطن العربي كمان طيب آخر مباراة قبل أن نروح لمباراة نابولي وليفر بول النهاردة تشيلسي مبارح لعب مباراة مع دينامو زغرب الكرواتي قراءتك لهذه المباراة كانت عاملة إزاي؟ ما أنا كنت بقولك تشيلسي عنده مشاكل كتير جدا على مستوى السعيد دفاعه على مستوى الهجومي وفكرة أنه أنه أنت مش قادر أنه أنت تحط التوليفة الدفاعية لتعمل كيلين شييت لأنه أنت عندك دايما متستابق الأهداف وفي نفس الوقت مش قادر لعندكش المهاجم اللي يخلص رغم أن أنت جبت أوبام يانج ورحم ستيرلينج من منشستر سيتي ما عندكش لسه لحد اللي بيخلص أهداف وبتعتمد على الأظهرة في تسجيل الأهداف وعلى ملعبة منتصف المرعب فلازم تشيلسي يلاقي حل الكصة دي قبل ما يرجع تاني في الدور الإنجليزي وقبل ما يلاقي نفسه في وضع صعب لأن ميران منافس كويس سالسبورغ منافس كويس فهينفسه جدا وحيرخمه عليه في التأهل الدوري بالنهار ده يمكن أن تعرف المصريين كلهم مشجعوا ليفربول لأمام نابلي ويمكن بقى لنا كذا موارف دوري المجموعات بيتقابل ليفربول لأمام نابلي هو ماتش طبعا صعب جدا ولكن كلنا أمال على محمد صلاح لأن ليفربول نفسه زي ما كنتنا بكلم عن أنه فيه تراجع في الدوري الإنجليزي بشكل كبير ولكن عليه أنه يظهر بشخصية البطل النهار دي هو وصيف السنة اللي فاتت هو بطل قبل كده فلازم يباني بشخصية البطل محمد صلاح كان فيه انتقادات كتيرة موجهة ليه السنة لأنه مش نفس الأرقام التهدفية الموجودة رغم أنه ممكن يبقى على مستوى صناعة اللاعب وصناعة الفرص أفضل بكتير من قبل كده ولكن محمد صلاح السنة دي عنده مشكلة في تسجيل الأهداف مش بسبب محمد صلاح ولكن بسبب تغيير الطريقة اللي بدأ يلعب بها يورجن كلاب وأنه يجيب حد مهاجم فيرود رقم 9 زي داروين نونيز بيلعب فيرود في المنطقة فلازم كل اللعب يبقى عليه فتحول صلاح وطبعا رحيل ساديو منه عمل فراخ كبير فطبعا تحول صلاح من فكرة أنه الهاجمة بتخلص عنده إلى فكرة أنه اللي بابني الهاجمة وأنه اللي بقود المنظومة الهجمية بتاعة ليفربول فبقى دوره في صناعة اللعب وأرقامه كمان في صناعة الفرص أكتر بكتير من تواجده في مناطق الخطورة أو المناطق اللي قدر يسجل منها أهداف ولكن النهاردة اختبار ماتش صعب جدا يعليه أنهم ينسوا وعليهم أنهم يلاقوا حل لأزمة محمد صلاح لأن لو تحلت أرسر من يوفي أجاب أرسر من يوفي في آخر وقت من الانتقرات الصفية وده ممكن يحيل وكمان عودت تياجه ألكنترا من الإصابة أعتقد نص معب ليفربول النهاردة هيقدم ماتش كويس وهتبدأ تصبب لو حلت مشكلة الصلاح وحلت مشكلة نص الملعب هتبدأ تحس أن ليفربول شكله تغير شوي رغم أن تراجع في مستوى المدافع الهولندي الكبير فان دايك والظاهرين بنكلم على أرنولد وروبيرتسون لكن كل المشاكل الدفاعية ممكن تختفي لو أنت حلت المشكلة الهجومية ولو حلت نص الملعب لأن لو نص الملعب قدر أنه يسيطر ويقطع على الكرات بتاعة الخصم مش هتحس أن أنا عندي هجمات كتير أو بيحصل عليها هجمات ولكن أحس أن أنا لأ متمكن من الملعب ومسك الملعب وانا اللي بصنع في ورس وانا اللي حتى لو دخل فيها جون بقدر أن أنا أتسجل هدف واثنين وارجع في المباراة فهو ده التحدي النهاردة قدام ليفربول في ماتش صعب وإزاي نابولي طيب عظيم فاضل انتر ميلان هيلعب بيرنميونخ النهاردة هو طبعا ماتش صعب والانتر من اللي لسه خسران برضه لسه خسران ديربي ديربي ميلان فدايما لما بتخسر الديربي بتبقى معانواتك في الأرض داخل فيهم ستة هدف في آخر ماتشين قدام ميلان وقدام نابولي في دور الإيطالي فالمنظومة الدفعية برضه فيها مشاكل وفيها كلام كتير لما بنتكلم على ماتش زي لما بتلعب بيرنميونخ لأ ماتش صعبة جدا عندهم سلاسي يجومي قوي جدا زي لروي ساني وصاديو ماني ومولر وعلى أسماء كتير جدا في بيرنميونخ تدرنية تسجل أهداف أو تعمل أزمة أي فرق بتلعبها فماتش صعبة جدا على الإنتر كمان ليزيد صعبته أصابة المهاجم لوكاكو فأنت عندك مشكلة زي مرة دفاعية وهجومية فطبعا ماتش قريب جدا بالنسبة لبيرنميونخ أكتر بكتير من إنكونوا لإنتر ميلان اللي هو زي ما بنقول هو جاي من هزيمة صعبة في الديربي ميلان كل شكرا لك شرفتانا ونورتانا الأتاز عطي عبدالخالق الناقد الرياضي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك